سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة بصلي بركات الرب ونعمة الرب تحفظكم جميعا من كل شهر اليوم خلينا نتكلم في موضوع الحلقة أولا حلقتنا النهاردة هتكون بعنوان قضايا الأسرة المسلمة وقوانين لا ترى النور هحكي لكم بعد شوية ايه يعني اللي خلاني أختار الحلقة دي الأسبوع ده وحنناقش عدة نقاط فيها معروضة لتعديل قوانين الأحوال الشخصية في مصر وأنا واخد ده كمثل للصراع اللي بيحصل في حياة الأسرة المسلمة المقيد بين يعني الصراع بين القوانين المدنية والشريعة الإسلامية وده بيكون نتيجة ايه على الإنسان إيه اللي بيعيق هذه القوانين في الأحوال الشخصية إنها يعني تكون نفعة ومفيدة في حياة الأسر اللي بتعاني من قضايا كثيرة جدا بسبب قوانين الأحوال الشخصية اليوم حنفصل ده بعد قليل أما دلوقتي بقى فأنا عندي خبر حب أشارككم به والخبر ده عن إضافة لأسبوعية للبرنامج أنا قررت إن أنا أضيف فقرة ثابتة في البرنامج الفقرة دي حنسميها خبر الأسبوع وحتكون في الأول معظم الأحيان علشان يعني الفقرة دي حتديني فرصة لإضافة الأخبار الحديثة اللي أنا باب عايزة أشارككم فيها والهامة وساعات ممكن تكون فكرة ربنا الدهاني يعني صباح اليوم الحلقة باب عايزة جدا أشارككم بيها بس مش عايزة أشتت أو أتشتت عن موضوع الحلقة لكن دلوقتي حنقدم الفقرة دي فقرة أسبوعية منفصلة عن موضوع الحلقة الحلقة تماما علشان أقدر أتابع معاكم الأحداث اللي بتدور على الأرض كل يوم لأنه كل أسبوع بعاني من أنه عندي يعني أحداث كتيرة بتحصل أسبوعيا وباب عايزة أستمر في المواضيع الهامة فيما يخص المرأة المسلمة والحياة على الأرض ما باب أشعر فهنعمل الاتنين مع بعض ومن خلال الفقرة دي كمان أنتوا تقدروا تبعاتوا للأخبار اللي أنتوا عايزين أن احنا نشارك فيها لو في حدث في بلدك تحب أن أنت أو أنت تشاركين بيه في فترة خبر الأسبوع ده يكون رائع جدا كمان من أخبار الأسبوع ممكن يكون قصة أو مشكلة عابرة أو مثلا زي أخونا ضياء نقدر نعمل أبديت يعني نقول إيه اللي حصل جديد في القضية فالفقرة دي هتدينا مساحة تانية نقدر نضيف فيها أفكار جديدة وحنتظر مساعدتكم فيها كمان الموضوعات هتبقى متعددة الاتجاهات ومختلفة عن اللي بنقدمه عادة زي ما قلت لكم لأنه أحيانا كتير بضطر أن أنا غير الحلقة في نفس اليوم أو يوم قبله فدي هتكون قصص قصيرة كمان من الحاجات اللي ممكن نقدمها في الخبر الأسبوع هي الاعتداءات المستمرة اللي بتمر بيها النساء كل يوم وأشكالها المتكررة أو المتشابهة ويعني برضو أقدر أستعين بالفيديوهات اللي انتو بتبعتوها لي في الأمر ده طيب خبر النهاردة بقى هو من إيران طبعا يعني ناخد نبتدي موضوع خبر اليوم وعنوانه النهاردة هو محسى أميني الفتاة الإيرانية واللي هي كانت شرارة اللي احنا شايفينه على الأرض دلوقتي في الحقيقة ثورة في إيران بسبب مقتل هذه الفتاة محسى هي شاب صغيرة عمرها 22 سنة ماتت قبل عيد ميلادها بكم يوم البوليس بيقولوا عليه البوليس الأخلاق الإسلامية ما عرفش ده يبقى اسمه ايه كده زي البوليس اللي كان موجود في السعودية بس ده بيقولوا عليه كده البوليس الأخلاقية أو بوليس الأخلاق وقفوا هل إنها ما كانتش بترتدي الحجاب بشكل لائق من منظورهم أو المنظور الإسلامي أبضوا عليها بشكل عنيف جدا ويعني الأبض عليها كان على أساس إنها هتروح زي مدرسة لتعليم كيف ترتدي الحجاب بشكل لائق بقوانين الإسلام عارفين الموضوع بيفكرني كده إنه إنت واحد بيسوق عربية وبعدين عمل حدثة ولا كسر قانون فيقولوله إما تدفع مش عارف إيه إما اندخلك مدرسة لتعليم السواءة بشكل أفضل فدي بقى مدرسة لتعليم بتدخل البنات عشان يعلموهم إزاي ترتدي إزاي الإسلامي بشكل لائق يعني مدرسة الحجاب كده لكن مهسة ما يعني أسرتها بعد كده اكتشفت إنها ما رحتش للمدرسة اللي بيقولوا عليها دي وإنها أصيبت ودخلت المستشفى ولم تعود مهسة لأسرتها من اليوم ده لدخلت مدرسة الحجاب ولا تعلمت حاجة ولكن أضوا على حياتها أتلوها بعد كده اتصل حد بقى أهلها وقالوا لهم إنها تعرضت لتعزيب من البوليس الأخلاقي ده أدى بيها لأنها تموت والحقيقة إنها كان عندها إصابة في رأسها من كترة ضرب الإصابة دي قدت لوفاتها ومن هنا بدأت ثورة النساء في إيران لازم نتوقف عند النقطة دي ونعرف إنه الثورات اللي من النوع ده ممكن تقلب بلد بحالها تقلب سلطة بحالها تغير مصار بلد وحياة شعب بحاله مهسة تعتبر هي الضحية اللي قصرت صمت النساء في المجتمع الإيراني خلينا نشوف الستايد اللي جاي اللي شفناه الستات خرجوا كلهم شايلين صورة مهسة لكن كمان ابتدوا يبقى عندهم يعني كل الستات زي ما انتوا شايفين قلعوا الحجاب رفضوا الحجاب وبيحرقوا الحجاب وبيقصوا شعرهم اعتراضا على مقتل البنت الظالم اللي تعدى على الحياة بالشكل ده في نفس الوقت دي صورة واحدة من مظاهرة في شرع واحد غالبا المظاهرات انتشرت في أنحاء كثيرة جدا من إيران وهتكلم بالتفصيل أكتر في الأسبوع القادم عن الموضوع ده لكن النهاردة أنا ليه هدف من أننا نتوقف ونتكلم في موضوع مهسة بسرعة وننتبه ليه خلينا نشوف السلايدة اللي بعد كده السلايد ده الأستاذة إنجي تويتها الأستاذة إنجي بتقول فيها أنه صورة تهز عرش الإسلام السياسي في إيران إن لم يكن اليوم فحتما سيكون ذلك قريبا ومؤكد يعني أن ده حيحصل كانت المرأة أداة لدى ملالي طهران لرسم وفرد أيدولوجياتهم منذ بدء ما يسمى بالثورة الإسلامية واليوم المرأة الإيرانية تنطفت ضد الحكم الزكوري الذي مورس عليها منذ أربعة عقود تحت مسمى الأخلاق وشايفين الست قصة شعرها ومسكه لهم آه دي شعري اللي انتوا فاكرين إنه عورة وإنكوا لازم تغطوه وإنه بيغريكم وإنه أنا لازم أتغطى عشان انت تبقى في أمان من الخطيئة اللي انت ماشي يتمارسها على كل الأحوال يعني أهو شعري أهو إيه اللي انت شايفه مغري عايزين تاخدوا إيه تاني مننا ده موقف واخدى الستات الآن هتشوفوا كثير من الفيديوهات والصور الستات بتعبر عن اعتراضها بهذا الشكل مش هنلبس الحجاب مش هتفردوا علينا كده مش هتقتلونا كده في نفس الوقت كمان فيه صور كثيرة لمسندة الستات المنقبات أو المحجبات أو اللابسين الزي الإسلامي الإيراني بحريتهم أو بفرض عليهم بقى الستات بيسندوا بعض فيه ستات برضو ناس دين بحجابهم بيسندوا الرسالة دي من من إيران والرسالة دي من الحاجات اللي احنا لازم ننتبه لها شايفين الهاشتاجات الموجودة دي ياريت تدخلوا على الهاشتاجات دي وتفعلوها عندكم وتعملوا ريتويت وتتكلموا وتسندوا الناس اللي على الأرض على فكرة الناس اللي انتوا شايفينهم قدامكم دول في كتير منهم بيموتوا دلوقتي فيه أعداد كبيرة من الستات والرجالة كمان اللي بتادوا ينزلوا عشان يسندوا الستات ويطالبوا بحقوقهم الرسالة دي بتقول تساعدونا أو ما تساعدناش النصرى لنا في الموقف ده لكن إذا جيت وساعدتنا انت النهاردة وانت النهاردة واقفين على الجانب الصحيح من التاريخ النساء الإيرانيات بيقولوا إحنا النهاردة بنكتب تاريخنا بأدينا بنغير مستقبلنا بأدينا بنختار نغير الاختيار 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 هو أهم شيء في حياة الإنسان المعطلين من الله مباشرة في الكتاب المقدس ربنا بيعلن تماما أننا لنا اختيار نختار أي طريق طريق يمشينا معه أو طريق يبعدنا عنه طريق الخير طريق الشر طريق الحياة طريق الموت لكن الاختيار لأن قلبك بيكون في الاختيار فكرك بيكون في الاختيار حياتك بتعتمد على هذا الاختيار عشان كده ربنا عايزنا نكون عارفين هذه الاختيارات وعيشينها لكن المرأة المسلمة ليس لها اختيار ماذا ترتدي كيف تعيش اختارت تلبس أو ما تلبسش ما لهاش اختيار في بداية برنامج المرأة المسلمة من أوائل الحلقات اللي قدمناها كنت دايما بقول في الآخر كده انت دايما ليك اختيار ومع المسيح ليك اختيار لأنه اله عادل وصالح بصلي النهاردة انه كل حد فينا في ايدي حاجة يعملها ليقف على الجانب الصحيح من التاريخ الجانب الصحي من التاريخ يقف جنب النساء الايرانيات وشعب ايراني النهاردة هشوفوا الصايدة اللي بعد كده الصورة دي لعربية الاسعاف من الحاجات اللي يعني بقت دلوقتي واضحة بعد ما الشباب نزل الشارع والنساء بتعترض ان هما بقوا بيلموا البنات والشباب في عربيات الاسعاف بياخدوهم في عربية الاسعاف وياخدوا المجروحين منهم للبوليس مش للمستشفى يجب ان احنا نكون صوت للشعب الايراني النهاردة باذن ربنا انا في الحلقة اللي جاية هحاول انه يكون عندنا ناس من ايران سيدات من ايران يكونوا هما نفسهم بيتكلموا في الموضوع ده انا عايز اوريكم مقطعين قصيرين عن الاحداث دي بتورينا ايه اللي حصل وبتوريكم بعض مشاهد من اسرة مهسة وبعض مشاهد من الشارع الايراني النهاردة شكله ايه والغضب في الشارع شكله ايه خلينا نشوف الفيديو الاولاني الموت للديكتاتور كلمتان ضجت بهما طهران الى سقز غربا في كردستان ايران اثر مقتل شابة في العاصمة بعد ايام من اعتقالها لارتدائها حجابا لم يعجب شرطة الاخلاق او ما يسمى بدورية الارشاد الضحية هذه المرة تبلغ 22 ربيعا تدعى جينا اميني بالكردي ومهسى بالفارسي لان الاسماء لا يجب ان تخرج عن القائمة الحكومية تنديد عالمي برحيلها بطريقة مشبوهة واجرامية على حد وصف ناشطين ايرانيين تصدر خبر وفاتها العنوين حتى خارج القارة انت شايفين قد ايه الشعب تأثر بحياة البنت دي ودلوقتي نشوف الفيديو اللي بعد كده اللي بنشوف فيه الام اهلها على فكرة انا اتأثرت بالفيديو ده بالذات لانه كتير بنشوف تعدي الاهالي على البنات بالذات علشان خاطر انتوا بتجيبولنا الرعار لكن من الواضح ان الشعب الايراني مش كده وعايز اقول على فكرة انه الشعب الايراني كمان فيه اعداد هائلة من اكتر الشعوب في العالم اللي فيها ناس بيجوا للمسيحة ملايين من الايرانيين في السنوات الاخيرة جمل المسيحة ففي وسط الناس اللي لابسين الحجاب دول بالاجبار عابرين وفي وسط هؤلاء الرجال عابرين والناس دي كلها فهمة الطريق للحرية وباذن ربنا يحققوا فتأثرت بالألم اللي فيه هذه الأسرة وده بيقول لنا ان هذا الشعب غير موافق على اللي بتعمله القيادة السياسية الدينية الايرانية خلينا نشوف والد مهسى اميني كذب الشرطة الايرانية ايران انترناشنل نشرت على لسان الوالد قوله بانه طلب من الطب الشرعي رؤية ابنته الى انهم لم يسمحوا له بالدخول مضيفان الى انه طلب من الطبيب الشرعي ان يرى سبب الكدمات على ساقي مهسى الا ان احدا لم يستجب لمطالبه وعن طريقة معرفته بما حدث لابنته قال والد مهسى بان الفتيات اللواتي كنا بالداخل معها اتصلنا به واخبرنا هنا بان عناصر دوريات شرطة الاخلاق ضربوها واعتدوا عليها اتصلنا به انا شايفة انه مهسى بقت بداية ثورة الضحية التي اجاجت الثورة على الارض في ايران وفي اسم يسوع تكون بداية حرية للشعب الايراني خلونا ما ننساش نصلي للشعب الايراني النهاردة الامور بتتطور بين كل لحظة والتانية النهاردة كان فيه اخبار مؤكدة انهم افلوا الانترنت علشان خاطر الشعب ما يطلعش الاخبار برا لكن الاخبار بتطلع والحقيقة بتبان والشعب حيستمر والوقوف ضد التعسف الديني والفكر الاسلامي القاهر للراجل والستة على السواء يعني شايفين ان الشوارع مليانة رجالة مش موافقة على هذه الصورة من الحياة اللي بتعيشها بناتهم واخوتهم وزوجاتهم وعايزين حياة افضل اينما وجد الاسلام انتشر الجهل وانتشر العنف وانتشر التعسف وانتشر عدم الانسانية خلينا نصلي مع بعض ونتابع في الحلقة اللي جاية الاخبار على الارض في ايران يا رب احنا بنرفع امامك شعب ايران اليوم بنسألك اولا انك تعزي عائلة مهسة وانك يعني تكون في وسطهم وانك تظهر نفسك ليهم وانك تعزي قلوبهم وانه يعني دم البنت دي مايروحش هادر وانه يكون في حرية في وسط ايران وانه في اسم يسوع انت يا رب تظهر كلمة الحق ومعرفتك في وسط هذا الشعب فيعرفوا انك انت المخلص الحقيقي وانت الاله الحقيقي فيعني تفتح ابواب الخلاص لهم جميعا بسألك سلامة يا رب في وسط الشباب الموجودين في الشوارع الآن يا رب اعلن حمايتك عليهم في اسم يسوع امين اللي عنده اخبار جديدة عن موضوع ايران او اخبار شخصية عن عائلاتكم مثلا من الايرانيين المتكلمين بالعربية برحب بكم تبعتوني رسائل صوتية على التليفون الواتساب دلوقتي خليني بقى ارجع لموضوع الحلقة وهو قضايا الاسر المسلمة وقوانين لا ترى النور يشوفوا الاسر المسلمة دلوقتي بتعاني من تضارب القوانين مع الشريعة الاسلامية في صراع بين قوانين قديمة يعني مجرجرة الناس في المحاكم يعني عشرات السنين كلها مرتبطة بالتشريع الاسلامي واصرار رجال الدين والرجال عمتا على بقاء هذه القوانين اللي بتوعيق الحياة بس مش بس بتوعيق الحياة ده بتوعيق انه الانسان يفهم التعامل مع انسانية الآخر اللي قدامه احنا بنبص لخناقة بين الشرع والقانون او محاولة القانون لتطبيق الشرع بصورة متحضرة متمدنة شوية وفي هذا الصراع لانه مش ممكن يحصل وفي الآخر تفقد انسانية الانسان فينتهي عمره الست في الجري في المحاكم او ينتهي عمر الراجل هو مش عارف يشوف عياله او 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 يظل الصراع بين الراجل والست على مين او حقه ايه والاطفال تزيع في الآخر وهكذا لان هذا الشرع لم يقدم حلا حقيقيا لا نفع زمان ولا هو نفع دلوقتي علشان كده هذه القوانين الموجودة في كثير من الدول العربية وخاصة في مصر اللي قلت احناخدها مثلا النهاردة بقالنا سنين بنحاول ان احنا نصلح القانون اللي كان الف تسعمائة حاجة وعشرين ده ونزبط فيه علشان خاطر يعني يتماشى ويتواكب مع احتياجات العصر ومش عارفين والناس كتير تقدم مشاريع قانون او تقدم اصلاحات معينة في مواد معينة من القانون وكلها تقابل يعني حقق مسدود اسمه ده لا يتناسب مع الشرع او اسمه انت لم تطبق الشرع بصورة حقيقية لانه حد تاني شايف تصريف اخر للحكم الشرعي ده فانت مطبقتوش صح فمفعش تاخد القانون ده هاديكم امثلة على الكلام ده خلينا نشوف الاستاذة شيماء اديب اعتقد في مقابلة بتتكلم عن مشروع القانون اللي هي قدمته ده التقريبا المقابلة دي من 3-4 شهر هي مقدمة مشروع القانون اعتقد من اكتر من سنة وما زلنا في خناء حول هذا القانون وتلاقوا مثلا الاستاذ عصام عجاج اللي هو محامي وده على طول كل ما تحاول تصلح حاجة في القانون يقولك لا انت مش فاهم انت غلط انت عايز تساعد الستاذ فقط وكده فمثلا الست دي حطت مشروع قانون الحقيقة يعني معقول وهادي وواقعي وممكن يتعامل بي ومحتاج ادوات يعني تفعاله وهتكلم علي معاك دلوقتي لكن هو مثلا يقعد قدام يقولها لا 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 انت تدخلي بمجلس النواب ما تدخليش بمجلس النواب مش لا يمكن حد من في مجلس النواب يوافق علي ده مش هيحصل هو قرر هو في مجلس النواب وهو قرر انه ده مش هيحصل بس هاي المسألة هي قراره واللي هو عارف انه ده سيتناقض في شيء ما مع الشريعة الاسلامية ويصطدم بيها فمش هيحصل وإلا ما كانش بقالنا اربع خمس سنين بنلف في هذه الدائرة المفرغة لقوانين تكتب تبحث تتنشر تتعمل عليها ندوات ومناقشات واجتماعات ولا ترى النور على فكرة كلمة لن يرى النور دي قالها الأستاذة صامع الجاج للأستاذة شايماء خلينا نشوف الفيديو اللي جاي وهي بتشرح ليه القانون ده احنا محتاجين أستاذة ناشوة دي بعض مجلس النواب ومقدمة مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية أهلا بحضرتك يا ساتة نائبة أهلا بحضرتك والسلام المشاهدين شايفين القانون الحالي إزاي؟ أولا القانون الحالي من سنة 1920 للأسف خلال المية سنة واتنين اتغيرت البيئة واتغيرت الظروف وأصبح القانون لا يتناسب مع الحياة الآن وأصبح معوق شديد وأصبحت القضايا تتراكم في المحاكم بالسنوات وحال الناس يقف طوال المية سنة تم التعديل أكتر من من مرة لكن زي ما أنا وصفته قبل كده أنه أصبح كالقماشة الرثة اللي ما يقدرش الإنسان يعمل منها شيء يعني هي بتقولك بمنتها البساطة ده عامل كده زي حتة القماشة الدابت من كتر الاستخدام ما تقدرش تعمل بيها حاجة ولا تقدر ترقعها فأبتقولك يجب أن يلغى هذا القانون بالكامل طبعا اعتراض كبير لأن القانون ده من مية واثنين سنة ده هم شايفين أنه قانون شرعي ويعني يجب الاستمرار عليه أو تعديله تعديلات لا تصطدم بالشعر بس أنا عايز أقول حاجة القانون ده اللي اتعامل من مية واثنين سنة واللي احنا النهار ده شايفين وبقالنا سنين شايفين أنه لا يصلح لا يتماشى مع العصر لا يتماشى مع حياة الإنسان لا يتماشى مع فكرة الله في الآخر لما واحدة ستة تقعد في المحاكم عشرين سنة علشان تاخد حقها ولا تطلق ولا يعني أي قضية من القضايا اللي اللي بتمر بيها المرأة في في زيجاتها أو في زواجها عموما لما تقعد سنين تحارب في المحاكم وتتلطم من هنا لنا علشان جزهة تفعلها نفق ولا يعني أنتو عارفين القضايا لما يكون دا الحال دا بيقولك إن القانون دا من أساسه مئة سنة فاتت ما كانش يصلح عارفين دا بيفكرني في إيه بإنه هذا القانون المستند على الشريعة الإسلامية لم يصلح من مئة واثنين سنة وهذا الشرع الإسلامي اللي يعني ظهر لنا كده على حسب هذا الفكر البدوي الزكوري المتعصف ضد المرأة المرتكز على نرجسيته اللي ظهر لنا من 1400 سنة هو أيضا لا يصلح للاستخدام لأنه لم ينتج خير في حياة الإنسان ولم ينتج سلام في حياة الأسرة ولم يركز يعني فكرة الزواج في هذا الشرع الإسلامي يقول لكم هما سكن وإحنا سكن والكلام ده كله ده كلام على في حتة ورقة ليس له أي معنى لأنه لم يغير قلبك علشان تعرف أن هذه الشريكة هي شريكة حياة وشريكة قلب وإنسانة تحترم وإبنة الله ويعني جرحها من فيه إساءة لله وكل ده كلام ده في الكتاب المقدس مش في القرآن ولا ليه دعوة بالشريع الإسلامي فهذا الشرع خلى الأمور تبقى معاملات كده يعني بيني وبيناك أنا هدفع كام وانتي هتقدمي بقى فيه بيع وشرا فأصبحت المرأة سلعة وما تقدم وما تقدم المرأة في الحياة الزوجية أو ما بعد الحياة الزوجية مثلا زي ما تكلمه على موضوع الرضاعة وإنه الست تؤجر على إنها تردع ابنها أولا الست جاء الأستاذ انهاد القمصان لما تكلمت أبو القمصان لما تكلمت في هذا الموضوع كانت بتقول الست اللي قاعدة في البيت بتربي وبتردع وبتأكل وبتشرب لها حق في إنك تدفع لها نفقة مش أجر على الرضاعة المفروض إنه المشرع الإسلامي بيقول كده إنها يتدفع لها أجر للرضاعة زي ما تكون مرضاعة للولد ما فيش ست بتاخد أجر على الرضاعة لكن المفهوم إنه إنسانيا واحد إنسانيا الرجل يجب أن يلتزم بمسؤولياته عن هذه الأسرة سواء كان طلقها أو ما طلقهاش في طفل في النص يجب أن احتياجاته تسدد مثلا لكن ده مش في الاعتبار إحنا بنتكلم على شكليات هي قاعدة في البيت تدفع لها تماما رضعة مش ده المقصود المقصود هو في عمقه رعاية الطفل والأم اللي كانت شريكة حياتك في يوم من الأيام لكن الانفصال بين الراجل والست ده لا يعني عدم الاحترام أو عدم التقدير أو عدم الاهتمام بإنها إنسانة ولها احتياجات وإنه وإنه أنت واجب عليك إنك تؤدي هذه الاحتياجات الشرع الإسلامي لا يصح مفهوم رؤيتنا لبعض كبشر نحترم ونحب بعض ونقف إلى جانب بعض حتى لو انفصلنا لا لكن الانسانية والأخلاق تعلمنا كده يعني أنا أنا هقول أنه أمي وأبويا اتطلقوا لكن ما كانش فيه بينهم مشاكل كانوا بيحبوا بعض جدا بيحترموا بعض جدا وحتى بعد ما والدتي جات للمسيح برضو احترمها وحبها وتعامل معها بمنتال الاحترام دي أخلاق ده مش إسلام ده أخلاق ده أخلاق ده أخلاق ربنا عليها الإسلام لا يعطي هذه الأخلاق خالص أنت الانفصال أنت طالق أنت بقيت بلا فائدة ليه أنت مردتي فأنا طلقك لأنك بلا فائدة لا أستطيع الرجل لا يستطيعني استمتعني إنسيبه فيطلع خلص يعني وهكذا عندك دفق المتاح فالمتاح ده بيديك هذا يعني الفهم للعلاقة الإنسانية الغير موجودة في التشريع الإسلامي خلينا نشوف في نفس الفيديو ده في نقيب المأزونين كان موجود وكان بيتكلم عن مشاكل الطلاق وتضخم الأرقام في الطلاق فخلينا نشوف الأرقام دي بالصورة أهو شايفين في 2021 نسبة الطلاق ارتفعت ل 14 يعني فاصل 7% عن السنين اللي قبل كده شايفين عدد حالات الطلاق قد إيه وشايفين عدد حالات الخلع قد إيه طبعا النسبة حالات الخلع بسيطة يعني مش كل الستات بتقدر إنها تعمل خلع فعندك 9000 حالة وشوية للعدد الضخم ده من حالات الطلاق دي حاجة رهيبة جدا يعني إنك تشوف وخاصة مثلا للسن الصغير من من 30 إلى 35 عشرين في المئة من حالات الطلاق دي من 30 إلى 35 يعني يا دوبهم اتجوزوا سنتين ثلاثة وطلقوا بعيل ولا عيل مجتمع اللي حالات الطلاق فيه بتكون سهلة أوي كده للراجل إنو وتأثيرها على الأسرة بعد كده بيبقى مجتمع خربان إنسانيا أنا مش بقول إنو إنو حالات الطلاق في العالم كله مش نسبها مرتفعة وده يعني في الغرب فيه نسب عالية جدا للطلاق بردو بس مشاكلها مختلفة عن مشاكلنا هناك هنا في العالم الإسلامي فيه ستات كتير بتتطلع عشان مش عايزة حد جزء يتجوز عليها فيه ستات كتير بتتطلع علشان جزء ما بيصرفش عليها فيه ستات كتير بتتطلق لأنه جزء بيعنفها وهكذا لكن مجتمعنا بيقبل الكثير من هذه المشاكل على حساب الشرع الإسلامي يعني فيه واحدة ست اتصلت وبتشارك مشكلتها فيه حلقة كان موجود فيها الأستاذ عصام عجاج المحامي فيعني هو كان بيتكلم ضد الستات بشكل يعني رهيب جدا في الستة دي اتصل بتقيت له لو سمحت تسكت شوي يعني انت تعبتنا بكلامك خليني احكي لكم قصتي وحكت انها اتجوزت واحد اكبر منها شوية وهو جيه وضحك عليهم كان متجوز قبل كده وقال لهم انا اتجوزت قبل كده بس طلقت لانه ظروف كذا وعمل نفسه يعني ملاك والستة التانية دي كانت وحشة جدا وبعد كده اكتشفت يوم يوم الزفة بتاعتها ضربها في يوم الزفة لانه اعتبر ان الفستان كان مفتوح شوي فالمزيعة ردت قالت ايه طيب يمكن بيفير عليك شايفين هنا ما يقبلوا المجتمع الاسلامي لان الشرع الاسلامي بيقول ان الستة تضرب عادي ما يقبلوا المجتمع الاسلامي يخلي الستة تبقى يعني مستخدمة معنفة وهكذا لكن ما يقبل هنا من ان الستة تضرب ده يعتبر جريمة في دول الغرب فلو الراجل ضرب مراته يروح السجن على طول تبلغ عنه يروح السجن ويتحبس ويتعالج ويتحط له قواعد وتتطلق وتاخد كل حققة وكل حاجة لكن احنا عندنا هذه الجرائم تعتبر مقبولة اجتماعية فالستة بتكمل قصتها وقصتها الحقيقة مأساة ممكن ابقى حطها لكم في يوم من الايام فبتقول انه قد ايه 70% من الرجال عندهم مرض النرجسية فقالت فقالت انه انه ده زي زي ما بيتكلم الاستاذ عصام عجاج ده انت كمان عندك نفس الحكاية فيقوم يرد عليها ويقول لها انه طب ياريت 70% من رجال مصر يبقوا زي والحي مش نارجيسي خالص كده مش كده لانه هو ده المنظور انه الراجل هو اما يكون من صفاته النرجسية بحاجة كويس لانه يعني الرجال قومون على النساء وانه ليهم الحق في كذا وليهم الحق في كذا فمشاكل اللي بتعاني منها النساء في العالم الاسلامي تعتبر امراض او جرائم في العالم الاخر يعني على الناحية التانية من العالم المتحدر خلينا نشوف الفيديو اللي جاي اهم ما جاء في القانون مثلا من اهم المواد والانتشر الكتير ان يكون الطلاق بيد المحكمة اللي تسقط الحضانة عن الارمل والارمالة تنظيم مسألة التعدد الزواجات نفسها يعني احنا عاملين بحيث ان التعدد نفسه لا الواحد ما يبطلعش في دماغه وكده يروح يتجوز على مراته خلاص لا لا يروح المحكمة ويستأذن الزوجة الاولى وتعلن وتعلن الزوجة وتيجي تقول رأيها ان وفقت على هذا التعدد بخلاص يعني يوقف توضيح كيف ستعيش انه هو يضمن لها الحياة وغيره والأولاد وغيره وإذا هي رفضت وانتهى يعني قدرة الغاضي هنا انه هو يصلح بينهم او غيره خلاص بيتم الطلاق وعلى ما يترتب بين طلاق يتم البت فيه فورا ده جزء من مشروع القانون هام جدا المقدماء الستة دي واعتقد انه ده يحل كثير من القضايا اللي بيحصل فيها طلاق او كسر حتى للعقد لانه الراجل عموما لو الستة كاتبة في العقد انه هي مش عايزة تبقى زوجة تانية فهو هيبقى عارف من الاول وهيبقى عارف انه فيه قانون هيلزمه وانه انه الطلاق ممكن يتعمل في عند القاضي في المحكمة ما يبقاش يعني يحصل وقت ما الراجل عايز وهكذا فهيبقى فيه تقييد وإصلاح لبعض هذه الأمور لكن ده دائما بيتصادم بايه بالشارع الإسلامي لا يعني ايه ت وحدة تقول لي استأذنها قبل ما اتجاوز أو عندما يترك الأمر بلا تقنين فالراجل من حقه الشرعي إنه يتجاوز فأنت بتقدريش تقول له لا قول لي الأول يتجاوز وبعد يجي يقول لك اتكلمنا في الموضوع ده مئات المرات وهيفضل هذا الموضوع مجاء يعني محل للنقاش والحوار والخناء ولن يرى النور ما لم يكن هناك خطوة تعتبر إنسانية المرأة في هذا الأمر انت حر عايزت تجاوز تجاوز بس ما بقاش أنا يعني ما بقاش أنا يوم على زمتك وانت متجاوز واحدة تاني هي حرة للأسف انه المرأة المسلمة موجودة تحت شرع لا يعتبر ولا يفهم طبيعتها لانه الرب خلقنا علشان نكون ذكر وأنسة وحدة واحد ونبقى نفس واحدة وقلب واحد وفكر واحد وحياة متصقة بفهم واحد لكن ده غير موجود في الشرع الإسلامي ما أضيف من أفكار الناس المتحضرة اللي يقولك لا لا إحنا متفاهمين وإحنا كذا وإحنا كذا تعالي بقى يعني عصلاجي معاه في حاجة من حقه الشرع إيه من حقه الشرع إنه الاغتصاب من حقه الشرع مثلا حد جرمه ما أعتقدش هل في قوانين وضعت لده ولا لسه تحت النظر الضرب من حقه عصام مع الجاك في كل المناخشات اللي تكلم فيها في الموضوع ده قالك إيه يعني يعني الراجل يعني مثلا أنت عايزة تسجنيه عشان ضربك قلم يوم الفرح آه المفروض إنه يتسجن ف ينو الستات اللي موجودة بقى بتقول أيوة إن ده شيء مهين جدا لكن في بعض الستات بتقول يعني بيحبك بيغير عليك مش عارف إيه قبلتك معي في مقابلة أخرى مع الأستاذ عمر قديم حصل النقاش ده بين الاتنين وقال لك يعني طب هو يعني كل واحد يضرب مراته قلم حيتسجن يقول قال له لا ما هو يعني المفروض لو كان الضرب يبقى حاجة محتاجة لعلاج أكتر من 21 يوم أيضا لاعتبار للإنسانية أني أعيش مع حد مد إيده علي واعتبرني إنسانة بلا مشاعر واعتبرني شيء أو اعتبرني ملكية خاصة أو اعتبرني ناقصة الأدب زي ما عبدالله رشدي واجع دماغنا هي لما تكون الست ناقصة الأدب يضرب هلين نتكلم عن نقصان الأدب مع حضرتك بعدين مثلا لن يستقيم قانون أخلاقي إنساني اجتماعي ينفع الأسرة إن لم يستقيم قلبك مع الله فتعرف إمتك وتعرف إمتها وتعرف مسؤولياتك وتعرف إن الله مخلقكش عشان تعيش هذه الحياة الأنانية المركزة على الشهوات الشخصية والنزاعات الشخصية عارفين من الحاجات اللي بتقلمني جدا لما بشاهد الزيجات الإسلامية إنه ما فيش اتصال حقيقي وأمان حقيقي بين الزوجين ما تسمع سمحوني أنا الأسامي بتروح من ذهني بسرعة بس في مزيعة مشهورة بتتكلق ردوة الشربيني أما بتتكلم عن قضايا المرأة أو بتتكلم عن إزاي تأمني الجوزك ولا ما تأمنيش وإيه الحدود ومين اللي تفتحيله الباب ومين اللي ما تفتحيلوش ورد على التليفون ولا ما ردش والكلام ده كله هناك إحساس بعدم الأمان في العلاقات حتى العلاقات الزوجية الممتدة اللي بينهم علشان خاطر فيه فاصل أنا مقدرش أأمن لك مية في المية لأنك هتتجوز علي لأنك ممكن تأذيني لأنك عندك حق شرعي علي يعني أنا داخليا مش موافق علي بس هذا الحق الشرعي مثلا في الضرب ولا التأديب ولا العلاقات الجنسية والكلام ده كله ده كل ده بيكسر جوه الست حاجة كل يوم لكن العلاقة اللي بتتبني على الله في الوسط زي ما بيقول الكتاب المقدس على المحبة اللي بتقول إن أنا أقدمك على نفسي لأنك بنت الرب ولأني مثل للمسيح في بيتي مش ممكن يكون فيها هذا الانكسار فيه مشاكل في البيوت المسيحية آه فيه لأننا بشر وبنغلط وبنتعب وبنبعد عن الله وبنقترب عن الله بس أيضا هناك أمثلة كثيرة لزيجات مسيحية قدست الله في الوسط فربت أجيال من الستات والرجال الصالحين والأهم إنه الحياة الأمينة مع الله تثمر حياة أمينة مع الناس اللي حوالينا ومفيش حاجة في الكتاب المقدس تصطدم أبدا بالعدل والخير والحق في الاختيار وفي الحرية وفي المحبة مفيش حاجة في الكتاب المقدس ممكن تصطدم بدا خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده بالنسبة لتعدد الزوجات في حاجات رجاء صغير إحنا بنقولها علانية اللي عنده استطاعة إنه هو يعدل ما بين اتنين ولن تعدله اللي عنده استطاعة والكفاءة يروح يتجوز واللي عاوز يتجوز فوق مراته ما يروحش يستأذنها روح يتجوز وتعالى خليه الجدع كده وقول لها أنا تزوجت عليك لا مش قبل ما يتجوز يقول لها مش بعد ما يتجوز يقول لها إية لا يستيزن الرجل حينما يتزوج ولكن وجوبي عليه إعلان الزوجة الأولى طيب لكن بنقول وجوبي عليه إعلانها ده الفكر الشائع في المجتمع فالموزيع بيقوله طب يعني مين اللي قال كده الشرح هو الشرح اللي قال كده فأنت مش هتقدر تحط قانون فوق الشرح الأزهر عمل مشروع قانون أيضا يعني فيه أفكار والأزهر مش جهة تشريع طبعما الأزهر مش جهة تشريع ليه لازم القانون يروح للأزهر عشان الأزهر يقول عليه آه ولا لأ والأزهر لن يستطيع أنه يضع شيء يضع إمضاؤه على شيء يكون مخالف للشرح الإسلامي ليه شفتوا قد إيه نقيب المأزونين ده كان يعني أولا كان متعاون جدا في بداية الحلقة لكن جي عند موضوع التعدد ده وعمل لنا مشكلة ليه لأنه فيه اقتراحات أنه الراجل اللي يكسر القانون ده لو تجاوز على مراته بدون إخبارها وبدون موافقتها حقها الإنساني حقها كإنسانة إنها تقول أيوة أنا موافقة فإنه إذا ده حصل الراجل ممكن يسجن يدفع غرامة ويسجن يعني أنت زعلان ليه عندما تكسر القانون بأي شكل من الأشكال فيه غرامة فيه عقاب لكن لما تكسر القانون اللي حيأذي أقرب الناس ليك مراتك وولادك ما فيش غرامة وعقاب ليه ليه بدل ما تبقى حقي ليه ما تقولش أنا راجل مسؤول أحترمك فتحترميني لكن هو عايز حق الشرعي أتجاوز زي ما أنا عايز الست ليس لها قول في ذلك المشكلة مش في الأشخاص اللي بيرفضوا المشكلة في الدين اللي شرع المشكلة في هذا الإله الذي لم يعرف طبيعة المرأة ولا طبيعة الراجل لأنه اللي حصل أنه الست اللي بترفض ده وبتبقى غير قبلاه ده مناسب للطبيعة الإنسانية وأنه أيضا الراجل اللي بيعطى هذه الحقوق اللي بتخليه يعني حس أنه هو أفضل من الجميع ده أيضا الحقيقة للأسف مناسب للطبيعة الإنسانية الأنانية اللي هي فينا كلنا بس فيه ناس تقدر أخلاقها تخليها تقاوم هذا الشر أو معرفتها بالله الحقيقي تخليها تقاوم هذا الشر ده غير واضح وغير موجود في الشرع الإسلامي مشكلة كبيرة الشيخ نقيب المأزونين قال لك إيه؟ شوفوا إحنا ممكن أننا يعني ما عندناش مانع أنه أنتو تخلوا الطلاق عن طريق المحكمة بس أنتو مش هتقدروا قوي تعملوا الحكاية دي ليه؟ ليه حج مش هتقدر نعمل الحكاية دي؟ قال لك أصلي الناس بتجيلي الساعة ثلاثة الصبح عايزين يتطلقوا لا يا راجل مين بيقوم الساعة ثلاثة الصبح ويطلع على المأزونة عشان يقول لنا عايزة تطلق؟ يقول لك في القرية إحنا بنعمل كده مش هقدروا يروحوا لمحكمة ده يعني إزاي؟ واحد بيبقى عايز دلوقتي أمضي على الورقة وخليها طالق دلوقتي هو خلاص طلق قال لانت طالقه وأمه مش ولا دخل قوضة تاني؟ فالمأزون والشيخ المأزون كان يعني شيخ خليج برضو الأظهر أو حاجة زي كده الاتنين عايزين يخلوا خلط بين العرف والشرع والعادات المجتمعية عشان يفضل باب مفتوح للقضايا اللي زي دي لكن لو قيدت بإنه محكمة تحكم حيبقى هو كمان محكوم قال لك أنا ما عنديش مانع أجوز بس بس أنتوا بقى إيه؟ بصراحة مش هتقدروا تتصرفوا قال يعني العالم كله ما فيهوش قوانين بتحكم هذه الأمور يعني بطريقة منظمة فكرة إنه واحد عايز يقوم يطلق مراته في نص الليل دي دي فكرة إسلامية بحتة الطلاق بإيد المحكمة أو هو العام في العالم كله والمعمول بيه في العالم كله ويترتب عليه يعني أثار ممكن تكون إيجابية جدا وتساعد الأسرة بدل ما الستات والرجالة يفضلوا في المحاكم سنين وسنين خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده أو أنا أسفة ده الأستاذ عصامة الجاج طلع لنا بفكرة إنه إنه الزوجة اللي تخلع زوجها وتجوزت بعد كده تبقى بتزني ليه طيب هو استند على فكرة إنه الزوج إذا لم يرضى بالخلع يبقى ده زنا طب إنت جبت الكلام ده منين قالك هو كده القصة المفروض هم استندوا عليها في الأزهر أو في الشرع الإسلامية قصة الستة اللي راحت لمحمد وقالت له أنا جوزي مش عاجبني فقال لها خلاص رجعي له الجنينة بتاعته حتة الأرض اللي ادهها لها فقال لها قالت له أكيه رجعتها له وحكم بإنه طلق فالرجل راحت مطلق فبيقولك هنا الحكم يستند على إنه وافق على إنه يطلق أما كل الستات اللي القانون خلاهم يبقوا مطلقات دول بخلعوا رجالتهم كل دول بيزنوا لو تجاوزوا تاني سيظل الصراع قائم ودائم مدام في طريق لحد يقدر يرجع الكلام ده للشرع الإسلامي يقول أنا عندي رأي تاني أنا ما سمعتش أبدا عن حد بيقول الكلام ده بصراحة يعني إنه لازم الراجل يوافق طب أنت إزاي في الشرع الإسلامي بتعطي للحاكم حق في إنه يحكم أحكام خاصة في أمور خاصة في الشرع عموما يعني ممكن الحاكم يقولك يعمل أي حكم زي ما عمر كان بيعمل أحكام خاصة بمثلا منع الحد في المجاعة وهكذا مثلا فلماذا لا تعتبر القانون المدني في دولة فيها ناس مسلمين ناس لادينيين ناس مسيحيين كل ده قانون يعتمد ويعتبر ويؤخذ به وإنت بقى في إيمانك تعمل اللي أنت عايزه لوحدك بعيد عنه أنا بس تتبع القانون أنا أو واحدة ست مسلمة عايشة هو أنا مش أنا يعني واحدة ست مسلمة عايشة هو عايزة تتبع القانون المدني مش من حقها ليه القانون المدني واللي بيعمل تساوي في الحقوق والواجبات بين الناس والوحيدة اللي يقدر يعني يدي الناس حقوق متساوية ولكن دائما نصطدق بالشرع الإسلامي وفي النهاية ننسى الإنسان واحتياجات الإنسان في النص ننسى الطفل والناس اللي عمالين يتخنقوا دلوقتي على مثلا موضوع الحضانة أنا مش عارف عايزة زورها عايزة يبقى لي حق الزيارة يقعد مع قد ايه مين هيرجع الطفل لو الراجل خطفوا كلام ده كل الأساس في هذه التشريعات والنقاش فيها مش لازم يرتبط بالست والراجل ولكن يرتبط بالطفل المحتاج المعتمد عليك وعليها قوانين الله ومحبة الله تضمن للإنسان اللي بيشعر بمحبة الله اللي بيعيش في محبة الله انه هو كمان يبقى صورة لله في الحياة مع شريك الحياة مع شركاء العمل مع الأصدقاء انت صورة لمحبة الله الشبعان بمحبة الله بيكون الناتج اللي بيقدمه في الحياة فلاح وصلاح وبناء ومحبة وعطاء وتضحية فيقدر يطبق بمنتهى السهولة لأنه محبوب وعارف أنه محبوب من الله ده اللي المسيح بيعمله انتبه وانتبه ده اللي المسيح بيعمله يقولك أنا بحبك فتقدر تحب الآخرين فما بقى أنا شبعانة من محبة الله وعارفة ما كانت عند الله أقدر أدي اللي حوالي وأقدر أحب اللي حوالي لإني بحب إلهي فأقدر أقول أحب قريبك كنفسك وابقى مضحية من أجل قريبي إذا كان جوزي ولا عدوي ولا جاري ولا لا لأن الأساس هذا الإله اللي بناني اللي ملاني ده غير موجود في الشرع الإسلامي أنت عندك قوانين تحفظها وإلا وده ليس مقصد الله ليك ولا ليك بدعوكم إنكم تتعرفوا على محبة الله الحقيقي بدعوكم إنكم تعرفوا إنه شخص الله لا يمكن أن يقبل إجحاف في حقك ولا في حقك ولكن يملأك هو بحبه الحقيقي فيكون فيكون لك شفاء من كل ما مررنا به تحت الشرع الإسلامي أنا بصلي الله يستخدمكم وأشوفكم في الحلقة القادمة